موقعي 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 عشان موقع يكون ناجح لازم تتوفر في عدة عوامل مثل مواصفات القياسية العالمية ستاندرد مثل سهلة الدخون ورونة الاستخدام تنوع الخدمات التفاعلية التحديث المستمر للمعلومات توفر الوسائط الرقمية المتعددة الارتباط مع المواقع الأخرى موقعي في روابط لموقع ثانية وموقع ثانية روابط لموقعي اشي مهم جدا كمان الهجودة المحتوى المحتوى اللي عندي ما بنفع يكون سكام لازم يكون عندي جودة عالية عشان الناس يقدر يفوتوا عندي ويستفيدوا لعدارة موقع على الانترنت لازم تتوفر عناصر التالية تصميم الموقع باستخدام أدوات تصميم المواقع مثل الفرنت بيجد ريمويبر او اي برنامج ثاني اعداد ونشر الصفحات شو هما الصفحات في الموقع شو هما الأقسام كمان في الموقع تطوير التطبيقات كل فترة فترة نزال تقنية جديدة بدي اطور موقع حسبها ادارة الوثائق ادارة المحتوى احتم في المحتوى اللي عندي اتم اغذيه في محتوى ذو جودة عالية ضمان المعلومات والمعاملات عشان هيك لازم اوفر فرق عمل ممكن واحد يقوم في عملية او فريق يقوم بعملية معينة او شخص يقوم بعدة عمليات بس لازم دول العمليات ننتبه لهم لانهم مهمين جدا لتصميم الموقع وادارته بدي فريق عشان اربط الموقع في مستودع البيانات ادارة قواعد البيانات التشغيلية قواعد البيانات اللي عندي اللي بتتعامل مع الناس اللي بتخزن بيانات اللي بتعرضهم البيانات هاي ما يسميه قواعد بيانات تشغيلية بدونها موقع ما بيشتغل فبدي فريق يدير هاي القواعد بدي فريق كمان او ممكن يكون نفسه يدير قواعد البيانات التحليلية وهي عبارة عن التحليلات اللي بنستخرجها من قواعد البيانات وبنسلمها للإدارة عشان تقدر يتخطط وتاخد قرارات ادارة التطبيقات بدي فريق يطور تقنيات البحث بدي فريق يدير البريد الكتروني بدي فريق يرد على استعلامات الناس و بدي فريق يدير الواجهة و بدي فريق يصمم أدوات و نظوم للتحليل الفوري للبيانات و بدي فريق كمان يدير علاقته مع الزباين عدارة المشروعات والمنظمات الافتراضية ظهرت عندي مجموعات منظمات افتراضية وسبب ظهورها الحاجة للمرونة المنظمة الافتراضية شكل من أشكال المشروعات الرقمية هي عبارة عن شراكة بين منظمات معينة لهدف معين و إعطاء قيمة المنظمات الافتراضية فهي لها أكثر من مفهوم أشهرهم مفهومين المفهوم الأول قائم على ما يظهر بالانجليزي seemingly existing المنظمة الافتراضية تظهر كأنها كيان مستقل لكن داخلها عبارة عن شبكة منظمات تشترك في تكوين المنظمة الافتراضي نوصفها في العادة بالمنظمات الافتراضية permanent virtual organization مفهوم ثاني منظمات احتمال أن تكون قائمة potential existing هي عبارة عن منظمة الافتراضية تظهر عند الحاجة لعمل مشترك و هذا العمل بكون ذات طبيعة مؤقتة في الغالب temporary لمعنى إذا أنا عندي دائما مشترك مع منظمات معينة منسميها قائم على ما يظهر seemingly existing لأنها دائمة لكن إذا أنا بدي هدف معين ممكن أعمل شراكة استراتيجية مع بعض المنظمات لهدف معين لما تنتهي الحاجة والهدف يتم تحقيقه تنتهي منظمة فعشان هيك بنسميها احتمال أن تكون قائمة أو potential existing النمض الساعد في هذه المنظمات إنهم بتشاركوا بالمعارف بالمهارات بالموارد عشان يعطوا قيمة مضافة للعملاء عشان يقدروا يشتغلوا مع بعض لازم يكون عندهم بنية تحتية متطورة ونظم معلومات ذات قدرات عالية ومساحة من التعاون حتى يستطيع كل شريك إنه يقدم قيمة مضافة في حالات كثيرة الأمر بتجاوز تجهيز القيمة المضافة بعد ما يشتغلوا مع بعض ويتبين لهم إنهم بحاجة إنهم يعملوا علاقات أكبر الأمور بتتطور أكتر بيصير في عندي علاقات بس هناك تبادل موارد ذاتية لكل طرف وممكن يشتركوا كلهم ويكونوا منجم مشترك من الموارد والمعارف وحضوا كل الرسورس اللي عندهم مع بعض واللي بده إشي بيضر يقل منها عشان يكون عندي منظمة افتراضية في عندي بعض الخصائص لازم يكون موجودة فيها اللي هي التكيف الامتياز بالتفرد الثقة اقتناص الفرص تكنولوجيا المعلومات وغياب الحدود هذه الصفات عبارة عن أسس لقيام هذه المنظمة والإنجاز رسالتها بدون هذه الصفات لا معنى لوجود شراكات على الإنترنت من هذا النوع إذا ما في عندي حدود إذا ما في عندي تكنولوجيا مع علومات ما عندي ثقة مع بعض ما تكيفت مع الواقع فوجود المنظمة الافتراضية لا داعي لهم ترجمة نانسي قنقر